موسيقى جود مورنينج لكل المشاهدين جود مورنينج للساشن اللي بتتكرر معنا كل يوم ومنرجع نحنا منتلاقها سوى كل يوم كرمال نقدر قدم فينا نتشاطر ونتقاسهم حركات رياضية حركات بتفيد من اكيد على الصعيد الجسدي ولكن اهم من هيك انا دايما بجرب اتلاقى معكم بالانسبريشن الستاتس تبعنا بجرب قدم فيني اعطيكم موتيفيشن بجرب قدم فيي مش بس اشتغل على جسم تبعكم اللي يصير ميح لانه هيدا كله هين ولكن مش الهين ابدا نوعك اليوم باسرار كتير اولا نكمل حياتنا بطريقة كتير ميحة هين كتير نكمل حياتنا على الهامش وكتير من الناس بيكملوا حياتهم على الهامش لانه بحسوا حالهم بضعفوا قدام الصعوبات اللي بتيجي معهم انا بدي اطلب منكن انكن ما تكونوا من هالفئة تكونوا من الفئة اللي بتوع عالصباح وقد ما تكون زعلانة قد ما تكون حاسة انه هي قد ما تكون حاسة انه العالم كله حواليا ما عم بسعادة انه تقدر توقف على اجرية وتكمل اسبوعنا دايما نحنا بكون فيه كتير صعوبات ولكن فيه كتير امور منيحة بتكون ما حدا بيقطع بكل اسبوع طبعه بيكون اسبوع مليء بس بالاشياء العاطلة اكيد فيه اشياء كتير منيحة بتقطع علينا مشان هيك نحنا هدول الماموريز لازم ناخدهم نستثمرهم دايما نتذكرهم كرميل نقدر نعيش بطريقة مظبوطة اليوم البال لما يكون فاضي فينا نعمل رياضة بطريقة احسن وبالتالي هو مثل سوركل لما نعمل رياضة بطريقة احسن لحياتنا لحكون عليها امباكت احسن لحشتغل اليوم على عضلات الصدر وعلى عضلات البايسبس لحبلش باول صورة عن عضلات لفرجيكم انا عضلات لتشاست وين موجودين عم بتتبع هيدا الاسلوب دايما كرميل تقدروا اتحددوا مواقع العضلات للناس يلي ما بيعرفوا مواقع العضلات لانو انا بعرف انو مشكلة الناس بيعرفوا كالعضلة اليوم موجودة عضلات الصدر مقسمين لقسمان بيكتوراليس ماجر هي بالقسم يلي احنا منشوفه من الصدر بيكتوراليس ماجر هي عضلة اصغر عضلة صدر اصغر بتبقى متداخلي متل ما بيان هون تحت عضلات الصدر يلي منشوفون وتحت لحنتقل على الصورة التانية كمان تفرجيكم صورة تانية عم نحكي عن البايسبس بس اللوكيشن طبع البايسبس وين وحركة اكيد بايسبس كل لح نشتغل على كل هالحركات اليوم لح انزوج عضلتين مع بعضهم بعمل حركة للتشاست متل عادي وبرجع بعمل حركة للبايسبس اكيد قبل ما بلش بدي ادعي كل الناس كل الناس بدل ما يكونوا مهتمين بالسياسة او مهتمين بالاشياء العاطلة عم بتصير نهار السبت هو موعد بيتكرر الساعة ستة بالبرايا بالزوق مطرح ما بنعمل وانا شخصيا مكون هونيكة اول ساشن كانت كتير حلوة عشرات من الناس اجيت وشاركيت بدنا قد ما فينا نجرب نحنا نخلي الكميونيتي يعملوا سابورت هيدا اليفنت كل شي لا دايا لاب نحنا عم نعملوا تسابور دايا لاب دايبيتس اسوييشن اف لبانون شافي تبعيدكن تنزعوا على الرمل كلميل تقدروا تعملوا سانسات بوت كامب انا نطركن سابت جي وكل سابت الساعة ستة للسبعة لاحبلش مع البوش اوبس ولاح اعملها بطريقتين بح اعمل خمسة رجل البوش اوبس قديش انا بحب البوش اوبس وقديش هين انه نعمل بوش اوب خمس مرات عادة هلا لاحرجع اعمل بهالطريقة لفوق بايك وارجع انزل بوش اوب دا بايك دا البوش اوب دا بايك بشد المعدة بوش اوب قديش فيه لالبوش اوب فينا نعمل كتير اكيد لاحرجع لفرياشن تاني الحلو بالبوش اوب قلنا بادي ويت بسبيس كتير صغيرة ما بتكون ادوية رياضية وفينا نعمل يعني فينا نبلش نعملها على ركابنا نعمل لتصير اصعب نعمل لتصير اصعب كمان مرة نوصل لمحل نكون عم نعمل بوش اوب بطريقة كتير من هون هلأ انا وقاعد شوفوا اجرائي كيف سيبتين على البوش بتبعيتي مهمة كتير واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرات مرتجوه هي هي اكتر تمرينة اكتر شي الشباب ببلشوا اسبوعا الرياضي بي اكيد للناس اللي بيمرنوا دايما عضلتين بنفس النهار دونبلز على الدوليب برجع بنتقل لحركة تانية انا ومستلقي على ظهري عم بيجييني كتير اسئلة عن سبلمنتيشن على الانترنت وانا هون هيدا بدي حلقة كتير طويلة ولكن باختصار في يقول انه في قصمين مهمين لما نحكي عن ستيرويدز او عالم المنرشيطات مع كل ما عم بيترافق معه من ابيوز ومن دارك سايد اوف ابيوز اذا بدكون في عالم السبلمنتيشن نيناتهم هيدولي علم بحد ذاته ما في حيالة واحد منه متخصص يكون عم بخوض هالغمار بخصوص السبلمنتيشنز اللي هني موجودين مثل بكتير من المحلات اللي بنشوفهم عالطريق انا اللي حيكون عندي مثل وي بروتين مثل هالقصص كلها اللي تباع بهالمحلات اللي حكون انا حاسم واجازن بهالموضوع اضعف الامان لما بنا نعمل بمكملات غزائية لجسمنا وخاصة للناس اللي بيتمرنوا وانا هيدا بعرف كتير منيح انه بعطيكم مثل السيارة العادية اللي بنشوفها على الطريق مسلا مانا متل سيارة الفورمولا وان السيارة الفورمولا وان بده كتير بيختلف عن الفيولينج بنحطه بالسيارة العادية نفس الشي الاتلات والرياضي بده فيولينج بطريقة مختلفة كليا ولكن هو المفتاح طبعا بها العالم لما يكون فيه اي اخطاء انه نستشير اخصائية او اخصائي التغذية لانه انه بيعرفوا شو كل شي بجسمنا وبيعرفوا قديش الدوزاج اللي بدنا يعطونا اياها وكل هالامور يعني واحد مدرب من متخصص بعالم الغزاء ما بيكون فيه يعطي ركومندايشنز فيه يعطي بركي تيبس ولكن مش ركومندايشنز خلينا نروح سنغل single double and double come in single single double double more single single double 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 one more time single 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 double double برجع بذكر انه كتير من الناس وانا يلي بحكيه على الهوى هو المشاهدات تبعيتي الخاصة لما يكون بالنواد او لما يكون بالجيم تبعي كتير من الناس بخاف يروح على الجيم لانه ازا كانوا شباب او بنات لانه بقولوا ما بدنا نحنا يصير عنا عضلات وما بدنا يكون نكون شكلنا بس نعمل وهيدا الشي شوي خاطئ لانه مش الروحة على الجيم اللي بتخلينا نكون هيك هي البروغرام يلي عم نشتغل عليه الاوزان يلي عم نشتغل عليه وكل هالاهدافة الجيم برجع بقلكون سقافة الروحة على النادي الرياضي منا يعني هي مكون كتير بسيط من كل هالعالم الكبير يل اسمه عالم الفتنس فينا نروح على الجيم لنعمل الف شغلة ليكون عنا الف او بركي اكتر من هيك بتخير كل واحد بكون عنده هدف بحط البروغرام وبيشتغل عليه بس وما حدا يفكر انه انا بروح على الجيم لعمل لحصير كتير ضخم هدا شي ما منه صحيح فيكم تروح على الجيم وتكونوا عم تعملوا بخليكم تعملوا يلي بتكون ايه حسب انتو البروغرام سنجل سنجل انا عالبالنس فيت دبل دبل مور توغو سنجل هامر سنجل دبل دبل and مور بخلي سنجل دبل دبل اذا بس نحنا منوعة قديش عالم الفتنس كتير عالم واسع ما في شي محدد ما في رياضة وحدة بتناسب كل العالم في مجموعة كتير كبيرة لا تحصى بالمئات من البروغرامز من الطرق من التكنيكز كلها القصص هيا اللي بتحدد نحنا شو ممكن نعمل بهالرياضة اربعة خمسة ستة سبعة اثنانة تسعة عشرة المعدة دايما مجدودة واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة دايما المعدة بتكون مجدودة دايما المعدة هي مشاركة بكل حركاتي اللي بنعملها ولا مرة المعدة بتكون ما عم تشتغل نحنا عم نعمل حياة لحركة رياضية دايما المعدة حاضرة من هون بفتح ايديه برجع الكتاف لورا الباستشور دايما هو كيه ومفتاح نجاح هيا اللي حركة من قد ديا المعدة مشدودة واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة واحد واثنان وهي بتكون اخر حركة معنا لليوم كون جربت قدمة في بش بس متل ما قلت بقى اول حلقة جرب دربكن ولكن جرب حط فيكن هايدي الروح تبعية المعنويات اللي دايما لازم يكون عنا معنويات عالية دايما اللي يزب تكون نحنا مبسوطين بالشي اللي عم نعملو حتى هيدا الشي لو ما كان يلي بدنا اياه بالحياة ولكن شوي شوي اللي حنوصل لوقت نقدر ناخد يلي بدنا اياه اللي حنتقل عن زميلتي كاتيا وزميلة فادي هاي امين امين كاتيا يعني ربا ضرت النافع متل ما بقوله وله لانه نحنا انه انت بلا بحة بصوتك ومش قادرين يعني كيف مع البحة قلق مرسي صرت مزبوط اه شي مميز عندك ايه هيدا بفاعدة شي ضار لقلك ولكن النافع لقل ما كتير نيح المعنويات عبو كلا يعني الفادي ايه هتحديك؟ ما بدي نحب راسي لكم فيه انزل بالنصب بينياتكم بس اتسمع شو عم بتحكم؟ لا لا لانه ولا مرة عبتشارك ما انتا فادي انا اه شاركة كيف يعني بالبحة تبعيتك شو بدي فيك؟ بالسجمم طبعا اه طب يلا ساتل بكم اول اول يعني اوكي هلا بنزل بتعمل زيارة مرحبا لا لا اول ما تعطوني دعوة انا بكون بشرفني انزل دايما وشارك معكن بحب الفلومي لانه انا يلا دعيناك بزال يلا مش هلا بعدين نعملها مرحبا اوكي يلا هف جريد داي سلامة قلبيك كاتيا ارسي ايشي فينا نعمل ونخليك تحسي احسن نحنا مش حا مش حاي ما بده كتير يعني يلا جت فت ستي فت ارسي